اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تألق مهاجمة المنتخب الوطني يهدد مكانة يوسفا صارية سيشهاد خط هجوم أصد الأطلس منافسة قوية قبل مونديا القطر 2022 بسبب تألق بعض المهاجمين وتراجع مستوى يوسفا صارية وشكلت تراجع مستوى مهاجم نادي إشبيليا يوسفا صارية غضبا من الجمهور المغربية وتعلت أصوات بمنح الفرصة كاملة لكل من طريق تسودالي مهاجم جنة البلجيكية ورايا معي لاعب فرانك فاروشا المجارية ثم أيوب الكعبي لاعب هاتيسبورا التوركية إضافة إلى استدعاء عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جد السعودية وبتنصير مطالبا بمضاعفة جهودها واستعادة مستوى حتى يستعيد رسميته والحضور في مونديال قطر بكامل جهزيتها غير ذلك سيلازم دكة البودلة أو قد يغيب عن العرس العالمي بقطر عجل خالل زيتش يعلنها ويبعد لاعبين جدد عن المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 ذكر موقع سيت أنفو أن الناخب الوطني وحيد خلل زيتش يرفض مشاركة مجموعة من اللاعبين مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وحسب ذات المصادر فإن الأمر يهم أسماء رفضت في وقت سابق الدفاع عن قميس المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للأمم بالكاميرون 2021 وسبق للناخب الوطني وأن أكد أن عدد من اللاعبين ومحيطهم يحبون المال ورفضوا في وقت سابق اللاعب للمغرب مفضلين اللاعب لمنتخبات الإقامة ويتعلق الآم عسب تصريحة الناخب الوطني بكل من أمين عدل لعب لفيركوزن الألمانية وأسماء أخرى كيوسف مالح الذي رفض المشاركة في كأس أمم أفريقيا وعيسى ديوب الذي ظل ينتظر دعوة اللاعب مع المنتخب الفرنسي الأول غير أنه بعد تأهول المغرب لنهائية كأس العالم قطر دفع عددا من اللاعبين الذين رفضوا في وقت سابق اللاعب للمغرب تغيير قناعتهم والقبول باللعب للمغرب ودفعت هذه المطاية رئيس الجامعة إلى اتخاذ قرار يقضي بعقد اجتماع حسن لإنهاء هذه الملفات أو الخروج بقرار يقضي بإنهاء ارتباط ودي بين الجامعة والمدرب البوسنية ينادون بمقاطعة دوزيم وداديون ينتقدون اهتمام السليم الشيخ بالراجع وضباقي الأندية صبت فئة كبيرة من أنصار نادي الويداد الرياضي جام غضبها على القناة الثانية بعد مرافقة وفد إعلامي من القناة بعد سراجع الرياضي إلى مصر بأدف تصوير شريط وطائقي حسب شراكة بين الطرفين وذلك حين يلتقي الفريق الأخضر مع الأهل المصر لحساب ذهب رمع نهائي دور أبطال إفريقيا ووجه المناصرون الويداديون العديد من الرسائل إلى القناة الثانية متهمينها بالإنحياز باعتبارها عمومية وذلك عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعية منادين بمقاطعة القناة وضف المشجعون الويداديون أن كل الفرق المغربية لها الحق في الاهتمام بها وتصليط الضوء على أخبارها ومصارها التاريخية ووجهت الجماهر الويدادي سهام النقد إلى سليم الشيخ مدر القناة نظرا لكونه عضوان سابقا في مكتب الرجاء الأخضر وكان فريق الرجاء قد شد الريحة الأمس وبالعاصمة المصرية القاهرة بصحبة طاقم القناة الثانية الذي يستعد لتصور فيلم وطائقية خاص بالرجاء كما فعل مع نادي المغرب الفاسي من قبل تجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهل والرجاء ستجرى في الثامن مساء يوم السبت المقبل على أرضية ملاب السلام بالقاهرة بحضور حكيمي في الإعلان وغياب مبابي سان جرمان يواقع عقد رعاية مع غوت مقابل 50 مليون يورو وقع باريسان جرمان الفرنسي عقد رعاية مع غوت وهي منصة عبر الانترنت متخصصة في بيع أحدية رياضية إضافة إلى الملابس وسيتم وضعها على أكمام جميع الأقمسة وبداية من الواحد من يوليوز القادم ستصبح أحد الشركاء الرئيسي للنادي وحسب ما ذكرت رمسي فإن العقد الذي سيشمع بي اس جي وغوت سيمتد لثلاث مواسم وخلال هذه المدة سيحصل النادي الفرنسي على مبلغ 50 مليون يورو وجاء الإعلان عن هذه الرعاية الجديدة بوضع صورة مجموعة من نجوم الفريق يتقدمهم ليوني الميسي ونايمار جونيور وماركو فيراتي إضافة إلى برينسل كيمبيبي والمغربي أشرف حكيمي بالمقابل لا يتواجد كليام بابي وأشرت تقارير إعلامي فرنسي إلى أن غيام بابي عن الإعلان جاء لوجود الشكوك حول احتمالية بقائه مع الفريق في الموسم القادم بحكم انتهاء عقده مع باريسان جرمان يوم الثلاثون من يونيو المقبل تقارير مصري موسيماني طالب السفر مبكرا صوب المغرب من أجل تعود لاعب الأهل على الحرب النفسية لجماهر الرجاء أكدت تقارير إعلامي مصري أن سبب طالب بيتسو موسيماني مدرب الأهل المصري الصفر صوب المغرب يوم الأحد المقبل يأتي لحتي لاعب على تعود الحرب النفسية التي تشنها جماهر الرجاء الرغضية هذا وقرر الأهل المصري الصفر صوب المغرب يوم الأحد المقبل أي بعد يوم واحد من مباراة ذهب ربع نهائي دور أبطال أفريقي أمام الرجاء حيث سيكون محمود الخطيب رئيس النادي على رأس البيت المتوجه صوب الضار البيضاء وقال الإعلامي المصري محمد شبانا في برنامج بوكس بوكس في قناة أوتيسية أن موسيماني حدد موعد الصفر للمغرب مساء يوم الأحد من أجل تعود اللاعبين على الأجواء الجماهرية والمشحنات والحرب النفسية من طرف جماهر الرجاء وأكد المتحدث ذاته أن المدرب الجنوب إفريقية يعلم مدى صعوبة لقاء العودة في ظل امتلاء المركب رياد محمد الخامس بالجماهر المغربية ويلتقي الطرفان يوم السبت المقبل انطلق من الثامن مساء بتوقيت غرانيتش على أن تجن مقابلة الإياف الثالث والعشرون من ذات الشهر على أرضية المركب رياد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء حسام ميدو الأهل سيعاني دفاعيا أمام الرجاء أكد حسام ميدو الدولي المصري السابق أن الأهل سيعاني دفاعيا أمام رجاء رياضية في المواجهات التي ستجمع الطرفين لحساب ذهب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا وشن ميدو هجوم الادعان على لاعبها الأهلية بعد المستوى الذي ظهروا به في مواجهات المصر البورسعيدية والتي انتات بهزيمة الفريق الأحمر بهدف النظيف وقال ميدو في برنامج ريمون تاضى الأهل أمامه مواجهة قوية أمام الرجاء المغربية وسيعاني إذ استمر الأداء الدفاع بهذا الشكل خاصة في المساحات التي تتواجد خلف أيمن الشرف وكذلك علي معلول ويلتقي الطرفان يوم السبت المقبل الموافق للسادس عشر من أبريل على أرضية ملعب السلام انطلاقا من الثامن مساء بتوقيت غرانيتش على أن تجرى مقابلة الأيام في الثالث والعشرون من دات الشهر على أرضية المركب رياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر